فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أخواتي الكريمات ورحب بكم معكم الحكيم عمر اليوم إن شاء الله بدنا نتكلم على وصفة جديدة وهي عشبة تستعمل لشد البطن وتخصيص الوزن وأيضا تزيل تكييسات الموجودة طبعا لدى الأخوات وهذه مشكلة كبيرة لدى الأخوات وإن شاء الله أن يكون هذا هي الوصفة العلاجية الممتازة لهم بداية هذه العشبة هي للتخصيص مع إضافة أعشاب أخرى ولكن وجد أن لديها فواد أخرى لتنظيم الدورة الشهرية وأيضا مشكلة التكييسات وأيضا هي ممتازة في تضييق المناطق التنسلية لمن طبعا تهتم في هذا الموضوع من السيدات بداية هذه هي العشبة التي أمامكم تسمى رجل الأسد أو عبائة السيدة هذه العشبة التي أمامكم تسمى عبائة السيدة أو رجل الأسد أو العشبة السحرية يعني هي الأسماء مختلفة نوعا ما في البلدان لكن هذا هي شكلها بدنا نتعرف على طريقة الاستعمال ولكن قبل ذلك أنا حبيت أن أعطيكم بعض من فوائد هذه الوصفة وهذا طبعا المشروب بالتحديد وهذه العشبة طبعا نستخدمها لشد البطن وتضييق المناطق التنسلية كالمهبل لإحتواء على مادة التنين القابضة يعني بتعمل على شد اللي هي عضلات الرحم ومنطقة البطن وبتعمل على إزالة الدهون المترقمة وتخفيف الوزن وكمان بتعمل على تخفيف ألام المعدة بتتزيل كمان تكيوسات المبايض وبتنظم الدورة الشهرية بتعالج حالات النزيف وألام البطن لدى النساء وحصة طبعا ألكلة بتعمل كمضاد للالتهابات المهبلية لدى السيدات يعني وصفة خاصة فيها وهو أنه نضع بعض الأعشاب هذه في يعني وعاء من الماء كمنقوع ماء دافئ مع عشبة أعباء السيدة كمان شي مهم جدا أنه بتعمل على تعزيز الخصوبة لدى النساء وبتشد عضلات الصدر المترهلة في حال أنه قمنا بشرب هذا المشروب الطريقة طبعا الاستعمال وطريقة التحضير بسيطة جدا بدنا نضع كوب من الماء المغلي ومثل ما انتوا شايفين راح نجيد قطعة ونضحها في طبعا الكاسة الآن بعد ما نضحها في الكاسة بدنا نغلق عليها بهذه الطريقة ونتركها لمدة عشرين دقيقة يعني توضع ملعقة أو يعني هي العشبة هذه رجل الأسد ونضحها في أي كاسة طبعا من ماء مغلي وتم تحليتها بالعسل إذا أردتم طبعا يعني السيدة اللي بتحب تشربها بالعسل ثم تترك لمدة عشرين دقيقة وبعدها يتم تصفض المنقوع وشربه طبعا يشرب هذا المنقوع أو هذا الكاسة مرتين في اليوم لمدة أربع أسابيع أربع أسابيع فقط وبعدها لازم الجسم السيدة يرتاح أسبوع منها وبعدها لو بدأ الأخت كمان لقت في نتيجة وفي فائدة منها ممكن تستعملها كمان بعدها كأربع أسابيع يعني أربع أسابيع انفصال أسبوع بعدين كمان مرة أربع أسابيع لو هي يعني حبت أنه لقت في فائدة في الموضوع هذه هي الوصفة وهذا هو المشروب طبعا أهم شيء أهم شيء الستة الحامل والسيدة الحامل ممنوع تشرب هذه الوصفة ومنوع تستعمل هذه الوصفة لأنه بتأثر أوليش على الحامل لأنه يتنظم الدورة الشهرية فبالتالي الحامل ممكن تأثر عليها ويعمل اختلاف في بعض الهرمونات أو مشكلة يتعملها انقباضات لمنطقة الراحمة وبالتالي ممكن لنا تنزل الجنين فبالتالي هذه طبعا هي الوصفة البسيطة والسهلة جدا بعد طبعا شين دقيقة بتكون السيدة بطبعا تصفية هذا المشروب وشرب هذه الكاسة مع ملعقة عسل وانتظرون إن شاء الله في وصفة جديدة إذا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوا علينا بالضغط على لايك أسفل الفيديو وشير لجميع طبعا الأخوات كي تعمل فائدة ويستفيدوا من هذا الفيديو وأيضا إذا لديكم أي تعليقات أو أي وصفات في هذا المجال في موضوع الترهلات والتكيسات وشد البطن بإمكانكم تضعوا في تعليق وكي يستفيد منه الجميع والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر